خذ المعلومة دي كريم فؤاد في يناير الماضي كان على وشك الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة بقرار من الجهاز الفني وقتها في يناير في السيف الماضي كان على وشك الخروج للإعارة لسرامية كيلو باطر وبرضه لجنة التخطيط والنادي الأهلي تمسكوا باللاعب أراء مدير فني كان موجود هنا أو هنا الأول أو التاني مش عايز بس أقلف في الصفحات القديمة بس مدير فني هكي أجي على الأرقام بس مش دلوقتي المدير فني ممكن هو اللي يطلع من اللاعب أقصى ما عنده حاجات احنا ما نعرفهاش كجماهير أو متابعين ومدير فني تاني ممكن يفطس اللاعب يجيبه على الأرض ده مدير فني خاهم شايف عارف استغربنا في أول مباريات مارس الكورة لما كان كريم فؤاد ينزل كجناح وإحسن الشاحات على الدكة إزاي يعني تعندك أصلا لعب جناح تلعب ليه كريم فؤاد كجناح استغربنا هو إيه الفرق بينك وبين المدرب كراجل مشاهد أو متابع أو محلل أو أي حاجة إيه الفرق بينك وبين المدرب المدرب المفروض يشوف حاجات حضرتك ما تشوفهاش بس لو حضرتك شفت حاجات هي هي اللي شايفها المدرب يبقى المدرب ده ملوش لازمة ملوش لازمة يعني ملوش لازمة أنه يبقى موجود في المكان ده ما أنا كمان ممكن أبقى في المكان ده ولو رأينا واحد أو هو شايف اللي أنا شايفه بالزبط فخلاص هو عمل إيه جديد يعني هلأك مدرب ليه فده المدرب هتقول لي يعني أنت عمالت لتقول أن مارس الكورة المدرب عظيم في ملامح مدرب عظيم في أمارات مدرب عظيم ما أقدرش أبصم وأقولك مدرب عظيم إلا بعد عدد كبير من المباريات والمنافسات للنادي الأهلي ما أقدرش هبابا أتحك عليك واللي يقول لك لا ده مدرب مش كويس برضو بيضحك عليك ومش شايف ومش عارف لسه شوية نرجع لكريم فؤاد ليه كريم فؤاد دلوقتي مهم جدا في تشكيلة النادي الأهلي الفعالية فيه مشكلة كبيرة في النادي الأهلي بقى لها موسم وقتر إيه هي؟ إن الأهلي بيوصل كتير للجول مين بقى اللي بيسجل؟ مين اللي بيصنع؟ مين اللي بياخد القرار الصح؟ ودي مشكلة تانية في الأهل القرارات فيه لعيبة كتير النهاردة مش النهاردة في النادي الأهلي على مدار موسم وقتر لعيبة كويسة بس بتاعش تاخد قرار قرار صحيح يعني أبصي إمتى؟ أدي عرضية إمتى؟ أشوت إمتى؟ أخش منطقة الجزاء إمتى؟ النهاردة كريم فؤاد كمان مش الجناح يعني طبيعي لما يبقى باك يبقى جناح تقليدي جناح الخط اللي هو يجري على الخط لا ده في منطقة الجزاء طول الوقت معظم الوقت شغل مدير فني شغل مدير فني وإمكانيات لاعب ورغبة لاعب وحمس لاعب وصبر لاعب وجاهزية لاعب شغل مدير فني شغل مدير فني